السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سوف نكمل اليوم درس الاتزان البيئي كما مر معنا في الدرس السابق تعريف النظام البيئي ومجموعة من المكونات الحية وغير الحية التي توجد معا في مكان ما من البيئة ويرتبط بعضها ببعض بعلاقات وتحدثنا أيضا عن الاتزان البيئي وقلنا يثبات العلاقات بين المكونات الحية وغير الحية في النظام البيئي بحيث تؤدي إلى بقاء الكائنات الحية ما الذي يؤدي عزيزي الطالب إلى عدم بقاء الكائنات الحية سواء كانت منتجات أم مستهلكات أي كيف يمكن أن نقضي على النباتات كيف يمكن أن نقضي على المستهلكات على الحيوانات سواء كانت مستهلكات أولى أو مستهلكات ثانية هناك عاملين العوامل التي تؤدي إلى خلل في الاتزان البيئي العوامل التي تؤدي إلى خلل في الاتزان البيئي خلل في الاتزان البيئي يعني القضاء على الكائنات الحية سواء كانت منتجات أم مستهلكات ما الذي يؤدي إلى خلل في الكائنات الحية أو في الاتزان البيئي ممكن أن تقول لي الفيضانات تؤدي إلى موت الكائنات الحية أو ممكن أن تقول لي ليس العلاقة الفضيانات فقط فيضانات فقط يمكن أن يقوم الإنسان بقتل الكائنات الحية هذا ما نقول الفيضان الفيضان سببه الأمطار من المسؤول عن المسؤول هو الله سبحانه وتعالى أما قتل الحيوانات بأي وسيلة قتل مثل البندقية فهذا المسؤول عنه هو الإنسان إذن العوامل التي تؤدي إلى خلف اعتزان البيئي تقسم إلى قسمين عوامل للإنسان دخل فيها فتدعى عوامل بشرية وهناك عوامل لا علاقة للإنسان بها المسؤول عنها والله سبحانه وتعالى فنطلق عليها عوامل طبيعية العوامل البشرية سوف نتحدث عنها بشكل واسع جدا بإذن الله بالفصل القادم العوامل البشرية مثل الصيد الجائر هو قتل الحيوانات الرعي الجائر التلوث بأنواعه التلوث بأنواعه العوامل الطبيعية من الله سبحانه وتعالى مثل البركان كما نعرف أن مادة الماغمة الخارجة من البركان ذات حرارة عالية جدا قد تؤدي إلى موت الكائنات الحية سواء كانت منتجات أو مستهلكات وأيضا عندنا الزلزال الزلزال هو عبارة عن اهتزاز في صخور القشرة الأرضية وهذه أيضا بعض أنواع الزلزال إذا كانت درجتها قوية جدا قد تؤدي إلى موت كل من الكائنات الحية أيضا الفيضان تساقط الأمطار بكثرة جدا بحيث تفيض السدود البركان الزلزال الفيضان جميعها المسؤول عنها هو الله سبحانه وتعالى لذلك يطلق عليها عوامل طبيعية إذن العواملة تؤدي إلى خلف الاتزاز البيئي عوامل بشرية وعوامل طبيعية العوامل بشرية سنتحدث عنها بالتفصيل إن شاء الله في الفصل القادم قد كنت عرضت عليكم سؤال واجب وهو سؤال صفحة 81 سؤال صفحة 81 أطور معرفتي تعمل ظاهرة التصحر على تحويل أراضي الزراعية إلى أراضي جرداء إذن هذا تعريف التصحر هو تحويل أراضي الزراعية إلى أراضي جرداء أراضي جرداء معنىها خالية من النباتات ما أثر تلك الظاهرة في المكونات النظام البيئي الحية وغير الحية أرض جرداء يعني خالية من النباتات النباتات عبارة عن كائنات حية إذا كانت الأرض جرداء خالية من الكائنات الحية فالكائنات من كونات النظام البيئي الحية تؤدي إلى موت الكائنات النباتات إذا ماتت النباتات سوف يؤدي ذلك إلى موت الحيوانات التي تتغذى على النباتات وإذا ماتت الحيوانات التي تتغذى على النباتات سوف تموت الحيوانات التي تتغذى على تلك الحيوانات التي هي المستهلك الأول إذن ما أثر تلك الظاهرة في المكونات النظام البيئي الحية تؤدي إلى موت المنتجات والمستهلكات ما أثرها في الكائنات غير الحية؟ الكائنات الغير الحية هنا تعتمد اعتماد كبير على التربة عندما تصبح التربة أرض جرداء إذن التربة تصبح غير صالحة للزراعة إذن التربة غير صالحة للزراعة السؤال الآخر أنشئ سد قرب إحدى المزارع كما نعرف أن السد هو مكان تجمع فيه مياه الأمطار لاستخدامها وقت الحاجة قرب إحدى المزارع التي تقع في وادل وهو ما أثر سلبا وإجابا في هذه المزرعة أذكر أثرا إيجابيا للسد في الزراع كلمة إيجابية يعني مفيد أثر إيجابي أثر مفيد طالما أن السد عبارة عن ماء إذن يسد حاجة النباتات من الماء إذن يسد حاجة النباتات من الماء أذكر أثرا سلبيا للسد في الزراعة إذا سقطت الأمطار بكثرة قد يؤدي ذلك إلى فيضان والفيضانات تعمل على موت المنتجات إذن إذا حدث فيضان يؤدي إلى موت المنتجات وأيضا المستهلكات إذا كانت المزرعة تحتوي على مستهلكات مثل الأغنى لسؤال أقوم تعلمي إلى ما تحتاج لتصميم نظام بيئي مثل صندوق حشرات حشرات هي الكائنات الحية إذن صندوق حشرات يجب أن يكون عندي حشرات الحشرات تعيش بالتربة الحشرات أيضا تحتاج إلى ماء وتحتاج إلى هواء إذن الصندوق يجب أن يكون له فتحة لسماح للهواء بالدخول سوف نقوم أيضا بحال أطور معرفتي صفحة 83 وضح كيف يؤثر إنشاء مصنع للديهانات في الاتزان البيئي لمنطقة ما مصنع للديهانات أي مصنع يكون له مخلفات والديهانات تحتوي على مواد كيميائية ممكن أن يؤدي بعض ذكب المواد الكيميائية إلى موت المنتجات إذن إذا تخلص المصنع بطريقة خاطئة من مخلفاته سوف يؤدي إلى موت المكائنات الحية إذن إذا تخلص المصنع بطريقة غير صحيحة للمخلفات قد يؤدي إلى موت الكائنات الحية كما تفعل بعض المصنع بإلقاء مخلفاتها في البحار فيؤدي ذلك إلى تلويث البحار والقضاء على الكائنات البحرية سوف نقوم بحل سؤال أقوم تعلمي صفحة 83 نلاحظ من الشكل زهرة ددان ضفضع يتغذى على الددان والددان تتغذى على الزهور الأفعى تتغذى على الضفضع والبوم يتغذى على الأفعى نطلق على هذه كما مرمعنا بالصف الرابع السلسلة الغذائية تنتقل الطاقة الغذائية من كائن إلى آخر هذه تعتبر سلسلة غذائية ماذا يحدث لعدد الضفاضع إذا قل عدد الديدان؟ الديدان تتغذى على النباتات والضفاضع تتغذى على الديدان إذا قل عدد الديدان ماذا يحدث للضفاضع؟ الضفاضع تتغذى على الديدان وإذا قل عددها إذن سوف يقل عدد الضفاضع لأن جزء منها سوف يموت لأنه لا يحصل على غذاء يقل عدد الضفاضع ماذا يحدث لعدد الديدان إذا زاد عدد الأفاعي؟ يزيد عدد الأفاعي فسوف تقضي على الضفاضع وإذا قضت على الضفاضع تستطيع الديدان أن تتزايد أعدادها لأن الضفاضع عدادها قلت إذن تزداد عدد الديدان إذا أدخل عدد من السقور في هذا النظام سقر دخل فهل يبقى متزنا؟ السقر ماذا يقوم؟ السقر يتغذى على البوم يتغذى على الأفاعي فسوف يعمل على خلل في النظام البيئي لأنه سوف يؤدي إلى القضاء على الكائنات الأخرى إذن خلال في النظام البيئي لأنه يتغذى على البوم والأفاعي اقترح خطة لإعادة الاتزان للبيئي إلى هذه المنطقة في حال حدث الخلل في الاتزان الخلل في الاتزان سوف تقل أعداد الكائنات حية وسوف تزيد بالمقابل أعداد أخرى إذا قل عدد الديدان سوف تزيد المنتجات إذا قل عدد الضفادع سوف تزيد عدد الديدان فماذا سأقوم حتى أعمل على إعادة الاتزان البيئي؟ أمنع الصيد أمنع الصيد إذا منعنا الصيد سوف تبقى البوم أو سوف يبقى الأفاعي يعني في بعض الصيادين يقومون بصيد الأفاعي أيضا ماذا أفعل؟ أحافظ على نظافة البيئة نظافة البيئة وعدم التلوث يساعد على بقاء الكائنات الحية وهنا اقتراحات أخرى تعود إليك عزيزي الطالب وبذلك نكون قد أنهينا الدرس سوف أقوم بإرسال التلخيص إن شاء الله على المجموعات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته